السلام عليكم يا فخامة الشعب الجزائري العظيم أزول في اللون أسنعودوها برك السلام عليكم يا فخامة الشعب الجزائري العظيم أزول في اللون قبل ما نبدأ برك وصلني خبرك هو أن واحدة طفلة كانت تقرأ عندي نعمة الناس اسمها زينب توفيت وحبيت برك انترحم عليها و تترحموا عليها أخوتي و أخوتي إن شاء الله يا ربي يجعلها من يجعلها من أهل الجنة و يستعلها في قبرها و يصبر أهلها خطها رايان و أمها و كل عائلتها كانت من نعمة الناس و كانوا نعمة الناس اللي كانوا يقرأوا عندي في منطقة الحامة في قسنطينة ربي يبارك لهم و يرحم اللي توفى و خاصة تنزين و عبد الرائوف ثاني اللي توفى و في حادث مؤلم إن شاء الله يا ربي يجعلهم مع العليين الصالحين يعني حبيت بارك نحكي و هو أمر بالنسبة لي يفرحني أكثر لأنه يصلون يصلوني بزيف من المساج و هم رسائل قلق رسائل قلق على الجزائر رسائل قلق على ثورة او حبيت بزيف من المساج يحبوني بزيف من المساج هذا الشيء يفرحني كثير رغم ذلك يجب أن نهزو الأمور بواقعية ونهزو الأمور غير بالنفخ ونقوله وكذا وكذا يحصلون أمور وهي انقسامات جد ليس إيجابية لكن جد توتافي لوجيك جد منطقية ما يحصل الآن؟ يا جماعة أراهه مئة وخمسة وسبعين يوم من الثورة أراهه ستة وعشرين أسبوع أراهه ستة أشهر على بلكم وش قل لي سياسي قبل ثلث أيام أو ربع أيام تلاقيته هنا؟ قل لي كنا نعتقد قل لي كنت نعتقد خلاص الجزائريين ليس يعني الجزائريين أم جابوا حقهم كنت نعتقد أن الناس حاكمكم حشموا على أصلهم بعد الأسبوع الثاني أو الثالث لما شاهدوا الناس 30 مليون و 27 مليون قلت له في قلبي قلت له لا تعرف نحن حاكمتنا المافيا نحن حاكمتنا المافيا ما يحصل حاليا منطقي جدا بمعنى بمعنى 40 مليون شخصية نحن نرى فئات فئات نضالية فئاتين فئاتين العدوة تعنا المباشرة واحدة العصابة العصابة التي نعرفها هي الحقد على الجزائر والجزائريين و تحطم الجزائر والجزائريين و كأنها مستعمرة و تقول نحن نستريد الاستقلال الفئة الثانية وهي الفئة الانتهازية الفئة المنتفعة من الناس الفئة المنتفعة من الناس وهي بعدها درجات كين الناس الكاشيريين الذين يقبلوا بشدق الكسر الذين يأكلوا في الخبز مع هذا النظام كين الذين يخدم في البلدية و يحب البيروقراطية لأن البيروقراطية تجعلها و لا يجب عليها رقابة و لا يجب عليها كين الناس حتى في سلك الشرطة في سلك الشرطة لديك فئة كوميسير يجب أن يمد 70 مليون يعني هو راشي و مرتشي هو شرطي يجب أن يحكم الرشاة والمرتشين هو راشي و مرتشي في سلك الشرطة لكي تقول كوميسير و هذه معلومة لا نقدم فيها لكم أي شخص يعرفها في الجزائر 70 مليون لكي تقول كوميسير في سلك الشرطة هؤلاء الناس الذين يخموه كما هكذا على البالهم لو يتغير الأمر وتعود كاينة شرطة الشرطة وتكون في المنطق تمشي كلش في المنطق وتعود وتعود أن الأكفاء يفوت لا يجب أن يقول يفوت تعرفوا كلكم أن كاين أطباء كاين أطباء لا يسهلون أن يكونوا أطباء كاين دي بيلوت لا يسهلون أن يكونوا أطباء هؤلاء الناس هؤلاء الناس كاين قررتوا في الجامعة تعرفوا كاين أنساتي في الجامعة يبيعون نقاط سواء بالمعرفة لأنها جاءت من صاحب وسواء مبعوتها من طرف بروكيرور من طرف يعني الذي يوجد ضد الكلام يقول لي يكتب لي يقول لي يكتب أمور نعرفها هذه الناس منتفعة من نظام فاسد حتى وخرجت معنا في اليامات الأولى فقط قالت ممتغ الناس لا تخرجت لأن تبدل بوتفليقة ويأتي برائس كما بوتفليقة بصحي يبقى سيستام الناس فقط وخرجت لأن تبدل السيستام من جذوره لكن هذا هذا في رائع يتضرق ضد العلاق ويقولك أنا مع القايد حسنا ليس لأن القايد يستنسخ كل نظام ونحن نقول لا نريد القايد ويقوله ليس لك أنا ضد البلد لا 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 أنا لا أحتاج أن أقوم باللد هل تريد أن أقوم باللد لأن لأن أنا بلددي فأني لأن حماية الوطن يعني نشكره لما يقوم بالمواجب بالصلاح لا يجب أن نجعله تمثال ونعبده الآن فئة الأحرار التي حابت بلادها تتعدل هي فئتين ثاني ثلاثة فئات كين الفئة نهزلكم مثال وتبقوها على الشعب ترى مثلا في سلك القوضات كين قوضات كين قوضات شرافاء كين وكلاء جمهورية شرافاء ما يقول لك؟ يرى الفساد بكل على بل الفساد بكل بالصحة يقول لك اخوة لا نستطيع الوضع كين الفئة هذه لا يجب أن نقصيهم لا يجب أن نسيبهم ونقلوا ضعاف ولا يروعني هلا يبيق أكم file لأنه كل جمهورء pa UNC كين الفائة الثانية كين الفئة الثانية التي تقاوم 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 تقوم تقاوم بعد تقول لك نجب الثروحي لا نستطيع كنا نقص عن النصف الزبالة لا نستطيع نقص آية لا نستطيع كنا وهي الفئة الثانية التي تقدر أمثلها التي خرجت مع 22 فيول و馬ات معنا بكل قوى ومن بعد رأيت الحراك يخترق ما قالت ؟ ما قالت تقول لدركة ؟ انا لا نمشي معه وانا نرجع لبلاستي ونرجع لداري وهم ينقسمون القسمين كأن القسم ضد الحراك وكأن القسم ضد الحراك وكأن القسم ضد الحراك لا يخرج هذا الثاني في زوج من المهم انا عشر سنين من وراء كنت نخمم هكذا مثلا انا في الجزائر كانوا يقولون يروح ادخل معنا يروح ادخل معنا يروح ادخل معنا يروح ادخل معنا كنت دائما نقول لهم انا لا نمشي مع الخماش لقد رجعت وكبرت وكذلك كنت قادرة نغير الأمور على الأقل في المنطقة على الأقل في قسنطينة على الأقل في قسنطينة لكن اللي مجبت تروحي دعوناه مزيد وكلاوهام ليه خاصة اللي مانيجي عن يعني لا يخلعني فلان وفلتان وكرا ستجدون انا لا يخلعني انا لا يخلعني حتى واحد وما نجي عنه ونستطيعوني دار الله الحمد لله لنستطيعوني حتى واحد عندي ربي فقط ورباني بابا نجيب كل شيء بدراعي ربي يرحمه يرحم كل موتى المسلمين هذه الفئة قلت لكم تقسم الزوج فئات كينا الفئة التي تولي الحراكة من مبدأ الورقاي من مبدأ عزة النفس اوه احنا خرجنا في 22 وخرجنا اللولين وهذه عقلية جزائرية بامتياز احنا خرجنا اللولين ويأتي ودركونا فوقها ويقوموني كده ويقوموني كده وكينا الفئة التي لا تنظر بها هذا من الأحرار لكن هناك زوج غالطين لاني كنت غالط من بكري لماذا؟ اريدكم مثال اخر مثال المجاهدين انتعنا بعد 62 عندما بدأوا المجاهدين المزيفين والحركة يدخلوا الداخل او ماذا قالوا؟ انا لا نقعد مع هذا انا لا نقعد مع الحركة انا لا نقعد مع المجاهدين المزيفين ويجعلوا الثيران الجماعة ويجعلوا الثيران الجماعة نعم الحراكة مخترقة من طرف أولاد فرنسا لكن لا ننسى اولاد فرنسا هم العصابة العصابة التي كانت البارح كما تتكلم عن القيد صالح يقول لك انتك ضد الجيش العصابة التي القيد صالح كان يحمي فيها العصابة التي الآن القيد صالح يثمن في ماذا يعمل ابن صالح وبدوي رغم انه حسب أقواله هذه الناس حطهم السعيد بوتفليقة الذي قال عليهم العصابة وقال عليهم الفئة غير دستورية التي تتكلمنا بالدستور من عام 2012 والجزائر تمشي بالدستور وهو قائد الاركان يعني الجيش قامل تحت يده ومن بعد يقول لك التوفيق او دخل التوفيق ودخل السعيد هذا الناس كنت تقول مثلا نحاول أن نجد أسباب نحاول أن نقنع بهم يقول لك دخل السعيد لا يجب أن ندفع لكي نحكم صف لأنهم في الفئة كانت الفئة ضد الحراك وكانت الفئة حيادية ولا تخرج لكن نسينا في الأشهر الأولى كنا نقولوا يا جماعة كنا نجبدوا المثال عن غزوة أحد وكيف تركوا الرومات تركوا أماكنهم تركوا أماكنهم وهي وهي دليل أصلي على أنه لما تترك مكانك أكبر بحتش بالعكس أنك خليت للثورة المضادة تجي بالعكس أنك خليت هؤلاء سمعت واحدة الإخوة كانوا مدائرين حالة في فرقة أول نوفمبر أو شيء كما هكذا يقول البارحة مدخلوا لو يخرجوا قبل الجمعة و يديروا الشعارات يا أخ إذا كنت تسمعني ربما تسمعني أنا نحترمكم و أنتم من الأحرار أنتم من الأحرار يا أخ الإنسان الفاشل يعني نهضر هذا ليس بمعنى السبب أنا أحبكم في الله وأحب كل الأحرار رغم أني ساعات لا تفاهم مع بعضنا عن بالي لا تفاهم معي و لا تفاهم معكم لكنني أحب الأحرار في الله يعني نهضر هذا من نفسي بالتجربة لما كنت نحوس نجبدو روحي إلى أمور نجد أسباب الفشل لكن في منصبك أن تخرج وراء الجمعة و تحكم كان لازم تفكر كيف أنت قلت مثلا أنهم أصبحوا هم اللي حاكمين الشعارات يخرجوا يقول لك هل هذه مدنية ليس عسكرية و لو أني مدنية ليس عسكرية أنا معها 100% 120% 120% ليس 100% لا تدخلها لا تدخلها ليس أني نصف الجيش لا 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 أنا أقول مدنية كما قال الدستور لكي العسكر يحكم مكانه و المدني هو اللي يدير السياسات سبحان الله الآن يقولون أن نعطيونا اسمه سيد يشكل يدير قائد من يشحنا اللي نعينوه نحن نختاروا اللي مثلنا باش يعينوه ها هو الفرق إذا لم تخرجونا الأمور على نصابها قلت لك يا أخ كنت لازم كناجح كإنسان قائد تلقى الحلول باش تعود أنت تقدم الناس للشعارات اللازمة والشعارات اللازمة بالنسبة لي و ماذا هي المبدأ انتعنا و ماذا هو أنه شوفوا و نقدروا نختازلوا مطالبنا كله في أمر واحد الشعب يختار من يمثله يعني من يمثلنا رئيسنا رئيس البلديات الوزراء نحن لنخيرهم من نواب كل شيء مايشي الجيش مايشي فرنسا مايشي الإمارات مايشي ربراب مايشي أصحاب الأموال مايشي كذا من يمثلنا هو من نختاره نحن فقط يعني بدل من أن تترك مكانك فكر في الأمور التي تجعلك تعاود تسترد الحراك إن شاء الله حيا الله كل أحرار التي يخرجوا يا جماعة حيا الله كل أحرار التي يخرجوا نعم فيهم المفسيدين نعم فيهم كذا لكنهم حركة كنوعية كنوعية المجاهد الموزيف ولد عباس التي وجههم صحاحة عمبالكم الله عمبالكم عمبالكم بالغدوة لما تفوز الثورة إن شاء الله قادرين أن يخرجوا أن هؤلاء الناس الذين كانوا يسببوا فينا اليوم يقولون أن نحن في مايو جوان 2019 كنا واقفين في الأخر الأول ولا تندهشوا لكن يجب أن نقفوا لهم نحن نحن خرجنا لكي لا نرجع دورك كيف نخمم أنا شخصيين كيف نخمم وكل واحد يخمم كما يحب أنا نخمم عماد كيف يحوصي بني بلاده مايشي هذا كالمخترقة كي نبني بلادي ميلقاش بلاستو بأني لا أترك مكاني لأني في ثورة سلام عليكم